اهلا بكم اتاح الغزو الامريكي للعراق فرصة ذهبية للأحزاب والميليشيات الطائفية التابعة لإيران لهيمنتها وهيمنة طهران على العراق بعد العام 2003 فكانت هذه الميليشيات اذرعها الدموية اي اذرع ايران ورأس حربتها في البطش والقمع بكل الاصوات والحركات الشعبية العراقية الرافضة لهذه الهيمنة ومنها ما جرى في تظاهرات تشرين حيث قتل نحو قتلة الميليشيات نحو الف متظاهرة تغولت هذه الميليشيات لاحقا خلال فترة الماضية واصبحت السيف المسلط على العراق وشعبه ومقدراته بلا منازع او منافس بل اصبحت هي الحاكم الفعلي للعراق بامرها ولوحدها حقيقة ضعف سطوة الميليشيات التابعة لايران وتحولها الى قوة طائفية خداعة تستمت سطوتها فقط من ترهيب المجتمع العراقي لعزل هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل ما زالت ميليشيات ايران الولائية على نفس قوتها وسطوتها السابقة في احكام قبضتها على العراق الا ينظر الشعب العراقي الان الى هذه الميليشيات باعتبارها اجساما غريبة يجب طردها ولفظها من جسد العراق هلم تتسبب هذه الميليشيات الطائفية الولائية لايران بزيادة عداء المجتمع العراقي لطهران وتنامي الدعوات لطردها من العراق وما الذي حققته هذه الميليشيات الطائفية الولائية لايران التي حظيت بدعمها المطلق بعد احتلال العراق عام 2003 وهل الدعم الايراني لهذه الميليشيات فقط هو الذي جعلها قوة باطشة لها الكلمة الفصل وتهيمن على كل مفاصل الدولة العراقية ضيفاء الطاولة رافع الفلاحي عبد الرزاق لحيالي رصاص الميليشيات هو اللسان المعبر عن الحالة السياسية بين الاحزاب المتصارعة على السلطة فكلما زادت تشضي في جسد المنظومة الحاكمة زادت حدة الاقتتال بين هذه الميليشيات فهي ليست بمنعا عن الدوامة التي تؤثر فيها عوامل داخلية وخارجية ولاسيما الدور الايراني ففي طهران فقط يقرر مصير هذه الميليشيات وبيد خامناء مسألة بقائها او انهائها اذ لا تعد كغيرها من ميليشيات ايران ان تكون ورقة ضغط وشركة ارتزاق مشحونة بالهوس العقائدي يتم الاستغناء عنها عندما تتغير الصفقات الدولية او تنتهي صلاحيتها ويصبح وجودها عبءا ثقيلا على مشغليها هذا من الناحية الخارجية اما على الصعيد الداخلي فلم يعد يخفى على العراقيين ما فعلته وتستمر بفعله هذه الميليشيات من جرائم قتل وخطف ونهب لمقدرات البلاد وخلق للفوضى الامنية وتحديدا بعد انفجار الحراك التشريني الذي كشف بكل وضوح ان هذا الحشد ليس من اجل الشعب كما يسمى وانما حشد لقتل الشعب لذلك احرقت مقراتها وهتف المتظاهرون بصوت عال ضد مشغليها في طهران اهم تحول اثر على الحراك الميليشيوي في العراق كان مقتل قاسم سليماني باعتباره الضابط لإيقاعها والمسؤول عن بقاء تماسكها الى درجة كبيرة فبمجرد مقتله اتضح الارتباك الايراني في ادارة الازمات الامنية والسياسية في العراق كما يزيد الضغط على الميليشيات الولائية بروز ميليشيات التيار الصدري كمنافس لها على الدولة العميقة الامر الذي يجعلها في اسوأ فترة تهدد وجودها اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة التقارير او التحليلات التي يتحدث عن ضعف الميليشيات الولائية الطائفية المرتبطة بايران في العراق خلال هذه الفترة وبالتالي ايضا ضعف ايراني على اعتبار ان هذه الميليشيات هي الراعي او المنفذ لهذا النفوذ والهيمنة الايرانية في العراق ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون ايضا معنا الاستاذ عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات اهلا وسهلا بالضيفين دكتور رافع واستاذ عبد الرزاق الحيالي حياكم الله دكتور رافع هذه الميليشيات الحقيقة بعد الاحتلال وايضا تدرجت في المراحل الزمنية حتى اصبحت هي القوة الباطشة العسكرية الاولى وازاحت ايضا بقية التشكيلات العسكرية جيش شرطة وغيرها واصبحت هي الحاكم الفعل العراق وتسيطر على كل مفاصل الدولة العراقية كل مفاصل الدولة العراقية الآن بيد الميليشيات ضمن اطار ما يسمى ميليشي الحشد هناك مراقبون يتحدثون ان هذه الميليشيات الحقيقة لم تعد بنفس السطوة والقوة التي كانت عليها سابقا وان بدى بغير ذلك تملك سلاح تملك كواتم تختال تختطف لكنها ليست بهذه القوة التي كانت عليها تحليل دقيق ام مبالغ فيها بسم الله الرحمن الرحيم احييك استاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام اهلا دكتور الحقيقة التحليل هذا دقيق لانه يستند الى مفهوم القوة معنى مفهوم القوة مفهوم القوة مفهوم غير ثابت متغير لا يمكن ان يعني ان تعرفه تعريفا واحدا وتقفل عليه في صندوق وتقول هذا هو تعريف الثابت للقوة القوة تعريفها متغير مفهوم متغير سابقا كانت القوة هي من يمتلك القدرات العسكرية التي تخضع الاخرين تخوف الاخرين تردع الاخرين هذا مفهوم القوة كانت لا لكن بعد ذلك ظهر مفهوم جديد هو المفهوم الاقتصادي القوة ايضا يجب ان تمتلك قدر اقتصادية تطوع كل الموارد لان تفرض سياساتك تفرض هيمنتك وظهرت مع هذا المفهوم انا اتكلم بشكل عام ظهرت مع هذا المفهوم الشركات العابرة الجنسية جنسيات متعددة شركات الاتصالات شركات النقل شركات الطيران هذه كلها الشركات شركات الشركات السينما حتى شركات الانتاج العلام كل هذه حتى يعني البعض يتحدث عن جزء من القوة حتى الاتحاد الاتحاد دولي كرة القدم الفيفاق هذا جزء من القوة من الهيمنة هذه جزء من الشركات من المنظمات الدولية من ضمنها الاممتحدة المنظمة التجارة العالمية كلها هذه ظهرت ضمن المفاهيم التي تعزز هذه القوة وبالتالي انت تبحث عن عوامل القوة ما هي عوامل القوة التي تجعل هذا الطرف قوي وهذا الطرف ضعيف ودائما ما تنظر الى البيئة المحيطة كان هذه القوة التي تنمو لديها بيئة حاضنة بيئة مساعدة تدفع بها تحميها يعني تحفزها على النمو أكثر القوة هذه وتخدمها شو طبيعة البيئة دكتور؟ نعم ذلك سنتحدث عن الميليشيات التي وجدت في العراق بعد 2003 لحد الآن بعد 20 سنة البيئة التي ولدت فيها الميليشيات في البداية تختلف عن البيئة التي بعد سنة وسنتين وثلاثة عندما اكتشف الشعب أن هذه الميليشيات هي مجرد عصابات مجرد محاولة كل الشعارات التي طرحت من أحزابها الأحزاب التي تنتمي إليها من الفكر الذي يحيطها كلها كانت خادعة ومضللة والغاية منها هي دفع الناس إلى الاستسلام لها وتخويفهم وجزء من هذا كان الاستعراض بالأسلحة والبدلات والعجلات هذا كل جزء من تخويف الآخرين وجعل الآخرين يشعرون بقوة الطرف المقابل لكن هذه في بيئة مثل البيئة العراقية قد تنفع لي يوم يومين عشر شهر شهرين سنة لكنها بالتالي ستفشل لأن هذا الشعب يعني واجه الكثير من المحن واجه الكثير من الحروب واجه الكثير من المشاكل والأزمات واستطاع أن يتغلب عليها أو يواجهها بأساليب سواء البسيطة أو المعقدة وبالتالي جزء من هذه الميليشيات التي وجد أنها لا تخدمه بقدر ما هي تسلبه حياته تسلبه أحلامه تسلبه حاضره ومستقبله تستطيع أن تتغول عليه في أي لحظة تستطيع أن تختاله هذا المفهوم جعل البيئة تنفك عنه جعل البيئة غير داعمة له كارهة لهذه الميليشيات لا تقبل هذه الميليشيات وهذا جزء منضعف هذه الميليشيات كما أن قيادات هذه الميليشيات حتى لو نظرت إلى كل قواعد العصابات في العالم من عصابات الكابوني وغيرهم في العالم كله عصابات المخدرات كلها بدأت بكوادر وانتهت مع مرور الوقت حتى الامبراطوريات الكبيرة عندما تبدأ قوية وقبضتها ترخة كلما توسعت كلما مر الزمن تمرور الزمن يكشف وجهها القبيح يكشف نواياها وأهدافها الميليشيات مع مرور الزمن وهي والأحزاب التي تحتويها التي طلقتها انكشفت نواياها الشعب العراقي شعب ذكي وشعب لماح وشعب يحب الحياة يعني اكتشف هذه الحقيقة اكتشف غايات هذه الميليشيات وتأذى منها كثيرا ولذلك في ثورة تشرين عندما تلاحظ أن الشباب الذي كانوا يطمحون أن يخلقوا منه قنبلة طائفية وإذا به عابر للطائفية ينادي بنريد وطن وحرق كل مقرات الأحزاب والميليشيات التي في الجنوب التي يعتبرونها حاضنتهم وبالتالي تمرد على هذه الميليشيات إذن البيئة التي تؤدي إلى قوة هذه الميليشيات غير متوفرة هذه واحد من أهم العوامل التي تضع في هذه الميليشيات صار عبد الرزاق الآن هناك من يتحدث أن هذه الميليشيات التي قدمت نفسها في فترة من الزمن على أنها البندقية التي تحمي مجتمعا ما في وسط وجنوب العراق لنتحدث المجتمع الشيعي وأنها كافحت من أجل مظلوميتها وأنها دافعت عنها ضد الإرهاب وغيرها من التحديات التي واجهتها الآن الشعب العراقي نفسه وخاصة في هذه الرقعة الجغرافية وسط وجنوب العراق ينظر لهذه الميليشيات وفرق الموت على أنها عدو على أنها إرهاب على أن رصاصها قد وجه إلى صدورهم وصدور أبنائهم في ثورة التشريين وبالتالي تبلور مزاج عند هذا المجتمع أن هذه أجسام غريبة عدوة لابد من طردها ولفظها كيف تدحرجت الأمور إلى هذه النقطة من العداء بين الميليشيات وبين مجتمع وسط وجنوب العراق تحية لك أستاذ ماجد وتحية إلى مشاهديك الكرام الله سلمك ألف أستاذ ماجد أنت تعرف أنا جزء من هذه الميليشيات نعم سابقا نعم يعني خادم بهذه القطاعات نعم نحن حشد قبل أن يكون الحشد نعم لذلك نتكلم عن تجربة عيشيها نعم تجربة عملية عملية نحن عايشيها ونعرفها الكل يعرف من دخلة هاي الميليشيات للعراق بعد الاحتلال وكانت الأولى هي منظمة بدر وبعدها حزب الدعوة وحزب العمل كان في الوسط والجنوب كانوا مخدوعين بهذه المنظمات وخصوصا منها منظمة بدر وكانت مقراتنا مزدحمة دائما لأن ما يعرفون حقيقة هاي الأحزاب اللي دخلت لهم من إيران أن هي هدفها الصالح الإيراني ليس الصالح العراقي هدف هاي المنظمة بدر أو العمل أو حزب الدعوة هو إنجاح مشروع إيران بالعراق وبالمنطقة العربية كلها لذلك هم يقولون أحنا نأدي التكليف الشرعي نجحنا أو ما نجحنا نأدي التكليف الشرعي وأحنا عبارة عن أم القرى هاي الفكر الإيراني بهذه الطريقة درس وعلم وأمر القطاعات اللي تابعة إليها شلو هذه أم القرى؟ أحنا نسيطر على كل الأرض كل المعمورة أحنا نسيطر على كل المعمورة مليتري السيئلة تقول لها كيف فكرت يقول لك أنا أدي تكليف الشرعي إذا قدرت أدي أدي وما أدي خلص أنا اللي عليها سويته من الذي يكلف هذا التكليف الشرعي؟ بوقتها الخميني وبعدها إجاء الخامني وأخذ هذا الدور حزب الحرس الثوري والاطلاعات الإيرانية وتدري هم المعلمين والآساتذة المنظمة بدر والعمل والباقي التشكلات الأخرى الطائفية الأخرى فدخولهم للعراق كانوا العراقيين خدعوا ما يدرون قصد هاي الميليشيات وقصد هاي الأحزاب وشون تريد منهم إيران الصورة أن إيران بالفعل هي الدافع عن المذهب الشيعي أو الدافع عن مناطق الجنوبية ومناطق الوسط فالناس التفت على هاي المكانات لكن مرور الزمن انكشفت قطعاتنا وقواتنا وميليشياتنا وأفرادنا انكشفوا على حقيقتهم أمام الشعب العراقي لذلك بدأوا يفقدون يعني بقدوا قوتهم أمام الشعب العراقي صار الشعب العراقي يرفضهم ما يليدهم ما يحبهم وإذا هم دخلوا في قضية فساد كبيرة جدا وعمليات اغتيالات واسعة بوقت أنت تدري وكل الأخوان يدرون استهدفوا الطيارين استهدفوا الشخصيات المثقفين بعد الاحتلال بعد الاحتلال هذا كله صار يضعف من قوتهم وسمعتهم وصاروا مكشوفين للشعب ويفقدهم هاي الحاضنة الشعبية التي خدعت لفترة من الزمن نعم لذلك إلى أن صار الحجد الشعبي ودعوة الحجد الشعبي وبنفس الوقت الحجد الشعبي يعني هو مو إلى الدور الأول الدور الأول كان للجيش واللتحالف الدولي بقضية دخول داعش لمناطق الغربية وكان جزء معين إلى الحجد الشعبي لكن الفساد أثناء العمليات والإجرام والقتل وقتل الأبرياء واحتلال المناطق وسرقة البيوت وتفجير البيوت والمكاتب الاقتصادية وسرقة المعامل هذا كل الشعب صار يشوفه وحتى الميليشيات التي انضمت من العراق لهذه القطاعات صارت يشوف أن العملية ليس عملية الدين ولا قضية مذهب قضية احتلال إيران تعمل على احتلال العراق وهذا خطط إلى حتى الداعش خطط إلى من إيران ومن سوريا وباتفاق أمريكي وكنا سمعت وقرأت ودخلهم حتى يشكلون شيء اسمه حرس ثوري بعد ما انتهت قضية يسموها تحرير المناطق لأنني ما زلت أعتقد من هذه المناطق محتلة خصوصا من هذه الميليشيات الولائية التي تابعة للإطار مروا بمشكلة ثورة تشرين ثورة تشرين التي أكثر من ألف شهيد راح بها وألاف الجرحة وهم أغلبية من الوسط والجنوب انكشفوا أكثر يفقدون الساحة يوم بعد يوم ولا انتشفوا بساحة منطقة الخضراء وكذلك هم صدرين أكثر من خمسين شهيد قتيل راح بها هذا كله كشف ميليشياتنا الولائية الإطارية اليوم يمرون بهذه الأزمة لذلك جاي يختلقون اليوم يختلقون مثل اختلقوا قضية باسم الكربلائي أو اليوم جاي يعتقلون أكثر من ثلاثين شخصية جنوبية بتهمة انهم بعثية كل شغلهم الجديد يريد يعودون طائفية للعراق ليخروج من هذا المأزق الذي هم اليوم يعني متورطين بنا دكتور رافع ايران لماذا اختارت أسلوب الميليشيات وفرق الموت لبناء نفوذ لبناء تعثير في العراق كل الدول تحاول أن توجد لها تعثير في دول خاصة دول المجاورة اختارت أسلوب الميليشيات وفرق الموت والكواتم والبندقية بميليشيات ولا أي طائفية ولم تختر أسلوب التعاون أو التفاهم أو التنسيق مع أحزاب سياسية مع أطر ثقافية أطر اجتماعية عن طريق الاقتصاد عن طريق استثمار عن طريق علاقات اقتصادية ذهبت إلى بندقية وإلى كاتم وإلى اغتيالات وإلى ميليشيات طائفية دموية متوحشة لماذا اختارت هذا الأسلوب والآن هذا الأسلوب بعد 15 سنة 20 سنة ثبتة فشلة والآن هذه الميليشيات عبا على إيران نعم البداية صار ماجد أنت ما تريد أن تقنع طرف مقابل بوجودك يجب أن تخلق تجربة معينة تجربة زاهية لها ألوان لها بريق لامعة وليست ملمعة لكي تجذب الطرف الآخر لكي يقترب من هذه التجربة إيران ليست لها تجربة لامعة تجربة تجعل العراقيين يتمسكون بها يعني لا تستطيع أن تقنع الشعب العراقي كله أن يقتنع بالوجود الإيراني وتعامل مع إيران على أنها ليست جارة لكن ولية أمر وهي تريد أن تجبر العراقيين على أن تكون إيران ولي الأمر ودائما عبر التاريخ إذا ما قرأنا التاريخ دائما عبر التاريخ كلما يضعف العراق كلما تمددت إيران وهذه واقع الحال عبر التاريخ كله كانت هذه المعادلة ثابتة وكلما ضعف العراق تمددت إيران على حساب العراق وخلال هذه الفترة كان الزمن جاءت فرصة الاحتلال فرصة ذهبية كما قالوا قدم العراق على طبق من ذهب لإيران قدمتها أمريكا كانت فرصة ذهبية لم يكن يصدقون أنهم يعني استطيعون أن يفعلوا هذا والعراق بالنسبة لهم حلم كبير يعني حتى بالحرب العراقية الإيرانية كانوا يقولون نحرر القدس عن طريق الكوفة عن طريق كربلا عن طريق بغداد الدخول إلى بغداد وعشرين سنة صار لهم متغولين في بغداد هل حروا ذهبوا إلى تحرير القدس هاي الكذبة الكبيرة لكن جزء من شعاراتهم هذه فلا يختارون إلا استخدام القوة لأن وسيلة سريعة بلد مفكك متعرض إلى ضربة قوية جدا جدا الاحتلال ليس قضية سهلة كانت يعني هزة مثل الهزات الأرضية يعني بمقياس رختر ربما أكثر من تسعة من عشرة عشرة من عشرة المجتمع كل العراقي احتز بحزة كبيرة احتلال ودخول قوات أجنبية المطق كلها احتزت العالم كله كان مهتز بلد مثل العراقي يحتل بهذه الطريقة الشعب كان فاقد اتجاهها فاقد قدرتها على الأقل يعني عدا قلة معينة مجموعة معينة التي قاومت الاحتلال من أول يوم هذه كانت مدركة قادرة أن تتماسك قادرة أن تثبت أقدامها على الأرض وقاتلت قتال قتال شريف قتال وطني كبير المقاومة العراقية لكن عدا هذا كثير من الناس احتزوا في هذا الاهتزاز يجب أن تدفع بقوات تدفع بندقية تحكم الآخرين تخيفهم وهذا ما فعلته في إيران لذلك اختارت الميليشيات واختارت هذه الأحزاب الأحزاب هذه من البداية منتمية إليها وكانت تعدها لهذا لهذا وكانت بدر هي من ربتها خلال الحرب العراقية الإيرانية والأستاذ الحيالي تكلم عن هذا الموضوع يعني موجودين في إيران وهم أول من دفعوهم ودفعوهم ليختالوا الطياري ليختالوا أساتذة الجامعات ليطاردوا الكفاءات هذا جزء من مسلسل مستمر كان لإخلاء العراق من مصادر قوتها من قدرتها على النهوض لإشاعة الفوضى هذا جزء من التخطيط الإيراني إشاعة الفوضى هذه الميليشيات هذه العصابات قادرة على إشاعة الفوضى وقادرة على إرهاب الشعب فلذلك اختاروها لكن الحقيقة وهذا جزء من فقدان القوة اللي نتحدث عنه أنه كل هذه الميليشيات التي نمت وتناسلت وصارت بأعداد كبيرة يعني بدر بالبداية لكن الآن كم بدر عندنا 60-70 ميليشيات نعم هذه كلها لا تعمل ضمن عقيدة وهذا جزء من ضعوف لا تعمل هؤلاء مرتزقة سألحد الدكتور عن قضية الدوافع لهذا عمل الميليشيات سعد برزاق هذه الميليشيات الطائفية الولائية الآن بعد هذه القوة والسطوة والبطش كيف كانت مساهمتها في زيادة هذا العداء المجتمع العراقي لإيران هناك عداء واضح لإيران وهناك دعوات لطرد إيران وهناك تحركات وأيضا حرق لمقرات هذه الأحزاب وأيضا حتى اختيال قتل 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 لقيادات ميليشيوية ومهاجمة يعني مسؤولين صور حراق مسؤولين إيرانية إيران تدرك تعي تقدر هذا كرة الكره المتصاعدة يوما بعد يوم في العراق وبالتالي أكيد لها تأثير وتداعيات على نفوذها وهي منتها في العراق تدرك هذا العداء نعم إيران يعني منزعجة جدا من هذه الميليشيات لسبب واحد أنه الشعب العراقي يعرف أن هذه الميليشيات تمثل إيران وهي يعني الطفل ربطة إيران ورسلتها للعراق فإيران أكثر من مرة قاءاني من زياراتها للعراق يجمع القيادات ويوبخها يعني الميليشيوية الميليشيوية مع قيادات العامل وغير العامل كل الشخصيات ويوبخهم ويعرف ويقول لهم أنت صرتوا مثل سيئ أننا بالعراق وكشفتوا كل الأمور اللي كنا نخاف من عدة تنكشف على مرة التاريخ ما نكشفت إيران يعني بالعراق بهذه الطريقة وبهذه الأيام وبهذه السنين اللي مرت من مرة قاءاني وحتى خامنئي أشكل عليهم يأخذون مقاعد التيار الصدري ما راد يأخذون مقاعد التيار الصدري لكن هم أصبحوا أمبراطورية مالية وصاروا حتى يتمردون على الإيرانيين لذلك اليوم الإيرانيين مزعوجين منهم قاءاني مزعوج منهم يعني بطريقة كبيرة جدا لأنقللوا إذا تأخذون مقاعد الصدريين يعني الموضوع رح يصير صعب عليكم جدا فهذه الميليشيات بعدما صارت أمبراطورية وبعدما صارت قوة عسكرية عدها صارت تتمرد في بعض الأحيان لأن هي مشروع إيراني بالعراق لذلك العراقين من يقولون إيران بره بره ومشكلتهم ليس إيران مشكلتهم هي الميليشيات التي هتكت الأعراض والتي سرقت والتي قتلت غيبت قسريا وخطفت لا يوجد موقع ما سوتها بالعراق هذه الميليشيات الولائية والرصاصة التي كتلت الغربية كتلت ابن الجنوب وكتلت ابن الوسط فما بقى عند هذه الميليشيات تفسير آخر لذلك إيران تشوفها مثلا من زعجة من عدهم توبخهم تبدل بقياداتهم تغتال من قياداتهم كثيرا من القيادات التي اغتيلت منهم أبو مريم الأنصاري معاون هالي العامري اغتيل ليس قضية حالة سير اغتيل أبو مريم الأنصاري وأكثر من شخصتين ثلاثة أخرى اغتيلت وفي بعض المسؤولين البدريين الآن يخافون من طريقة اغتيال أخرى تطال بعض المسؤولين منظمة بدور وباقي الميليشيات كذلك لأن الاطلاعات الإيرانية والحراجة للثورة الإيرانية خلينا أستعد رزاق أستأذى من عندك نتوقف عند هذا الفاصل القصير نستأذى أيضا بدكتور رافع ونعود إن شاء الله نكمل النقاش في هذه النقطة وغيرها إذن مشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن حقيقة ضعف سطوة وقوة الميليشيات الولائية التابعة لإيران في العراق بعد الفاصل نعود بقو معنا مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأنضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في حقيقة التقارير أو التحليلات التي تتحدث عن ضعف سطوة الميليشيات التابعة لإيران في العراق ضيفاء الطاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ عبد الرزاق الإحيالي سعد الرزاق نقطة بديت بها قبل الفاصل إذا تحب تكملها تفضل وإذا أنهيتها حتى ننتقل إلى دكتور رافع يعني نحن عن قضية اختيالات لبدر أو قيادات من بدر نعم اليوم حتى مسؤولين من نظمة بدر وباقي الميليشيات عندهم توقع أن إيران ستصف فيهم لأنهم يعرفون كل زين خطة الاطلاعات الإيرانية والحرز الثوري الإيراني لذلك اليوم تشوف الأرباك التي تمر بها هذه الميليشيات تشوف مرة يعتقلون مرة يقتالون مرة يحسبون الخصم بعثي مرة يعتبرون الخصم داعشي أو يختلقون يعني يختلقون معركة أنا شفنا أكثر من مرة يعني أصدقائنا اللي موجودين داخل الميليشيات يضربون قطعات للجيش العراقي ونسبوها للداعش وهم لعدم أوامر إطلاق الرصاص على هذه الربايا للجيش العراقي فهم في إيرباك كبير جدا ووضع خطر عليهم جدا وأخطر ما عليهم هو أن الشارع العراقي رفضهم والله دكتور رافع أنه إيران لو لم تعتمد أسلوب الاعتماد على الميليشيات في إنشاء هيمنتها وإقامة نفوذها في العراق ما كانت لتنجح بهذه الطريقة الآن إيران وفق كل التقارير عراقية وغير عراقية مستحوذة مستحوذة على العراق بكل تفاصيلة لو لا هذه الميليشيات ما كان لها لتنجح وذلك هي معذورة في أن تعتمد على هذه الميليشيات في الاستيلاء على دولة بحجم العراق نعم أستاذ ماجد هي قضيتين حقيقة كانت استخدم البندقية بندقية الميليشيات وسطوط الميليشيات وقبل ذلك استخدمت الفكر الطائفي دفعت من الفكر الطائفي تمزيق المجتمع العراقي لأنه هي تعرف من البداية أن الشعب العراقي شعب يعني متصالح مع نفسه كان البيت السني وبيت الشيعي والبيت الكردي كل متعاونين ويقفون مع بعضهم بالأفراح والأتراح وعندما يحزنون سوية وعندما يفرحون سوية ما بيناتهم هذه القضية يعني أنا نتكلم قبل 2003 لم تكن لدينا في المجتمع العراقي مشكلة اسمها مشكلة طائفية بهذه الطريقة الفجة التي صارت بعد 2003 الكثير من عندنا لا يعرف أنه صديقة اللي عمره كلها عاشوية لا يعرف وسني شيعي والكثير منهم لا يسألوا حتى عن ديانته يعني قضية غير شكل لذلك كانوا يعيشون بين ظهرانينا مليون ونص مسيحي صابئة الشيعة وسنة ودوائر الدولة والمؤسسات أنا لا أتكلم عن نظام معين لا أتكلم على الأقل عن بناء الدولة العراقية من عام 1921 لغاية 2003 البناء بهذا الشكل كان البعض يعتبر نفسه مغبون حقه البعض لكن في كل الحالات المجتمع متصالح مع نفسه بعد 2003 كان يجب خلق أزمة كبيرة بالمجتمع العراقي وهنا ظهر الفكر الطائفي هنا يعني بدأت الأمور والضغط بدأ بهذا الاتجاه وصولا إلى عام 2006 وكانت نقطة فاصلة في عام 2006 هي التبجير الذي حصل في سامراء هذا التبجير المدبر وما بعد الدعوات إلى الخروج إلى الشارع والانتقام والتعبير عن الغضب بالطريقة التي يرونها وكانت قضايا السحل والقتل والحرق للمساجد والتدمير كان هناك نزاع يبدو من الخارج نزاع مجتمعي تمزيق للمجتمع هذا الجزء من عنده كانت الأدوات لتنفيذ هذا الفكر هي الميليشيات لذلك كانت البندقية الميليشيوية تحمي هذا الفكر الطائفي بعد مرور كل هذا الوقت الشعب اكتشف حتى المغرر بهم اكتشف أن هذه اللعبة ستفقد حياة أفقدت حاضرة ومستقبلها أفقدت حياة أبناء وحاضرهم ومستقبلهم وهذه الميليشيات تغولت ونمت وكبرت وكثير من قياداتها صاروا من الأثرياء من الأثرياء بمكان وعوائلهم يسكنون في دول مرتاحة وهم يعني يجنون كل الثمرات على حساب الشعب العراقي فبالتالي هذا الوضع الذي جرى لكن في نفس الوقت كان الشعب يدرك أن هذه الميليشيات لا تمتلك هذه القوة التي تدعيها والدليل على ذلك أنه في ثورة التشريين ما الذي فعلته هذه الميليشيات سواء أنها مع أن الشباب هؤلاء قتلوا هؤلاء الشباب بالشارع نعم استخدموا السلاح استخدموا هذه قوتهم ليس أكثر لكن أن تنظر إلى العراق كخارطة كاملة كمجتمع كامل ستجدهم تأثيراتهم قليلة ضعيفة لذلك ذهبوا إلى ساحات معينة في ساحة التحرير في ساحة الحبوبي في الناصرية في ساحة النجف الصدرين بهذا الاتجاه ذهبوا إليهم للقتل واستخدموا هذه الميليشيات مرة أصحاب القبعة الزرق مرة ما أعرف منه جمعت الخزعة ليغة بهذه الطريقة لكن هذا أثبت أنهم لا يمتلكون القوة لا يمتلكون هذا السلاح وهذا السلاح لا يعني مصدرا للقوة وهذا مرة تتحدث عننا قبل قليل لأن العقيدة غير موجودة هؤلاء مرتزقة يعملوا الغالبية منهم يعملون بالمال ويعمل من أجل المال إذا مضيق عليه سيذهب باتجاه آخر ويرمي بندقيته ويرمي هذه البدلة ويلتج إلى أماكن بعيدة هذا وضع الحقيقة وذلك حتى الضغط من الثورة التشرين بسلميين جعلت المجتمع ينهز جعلت قواتهم هذه التي يدعون أنها قوية تهتز يعني ويبان خوارها حقيقة هذا واقع الحال لكنها استطاعت فيما بعد من تدخل واضح شكرا دكتور واضح من السيطرة نعم سعد رزاق هذه الميليشيات الآن هذه القوة تحدث دكتور طبعا عن جزء من هذه القوة ترهيب وتخويف وما لذلك فقط الدعم الإيراني جعلها قوة يتراء للمجتمع أنها قوة باطشة لا تقهر مرهوبة الجانب كان هناك ضخ إعلامي طائفي وحتى غربي على أنها هي من دحرت الإرهاب هزمت داعش مع تغاضي أو عدم حديث عن التحالف الدولي والطيران الأمريكي وما إلى ذلك فقط إيران بدعمها جعلتها قوة قوة في العراق لها الكلمة الفصل واليد الطولة لا أمريكا 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 كذلك يعني خدمة هاي الميليشيات من أيام الاحتلال لحد هذا اليوم بس اليوم يقولوا نحن مقاومة الاحتلال ومقاومة الأمريكان على الأطلاق أحنا بلغونا تبليغ رسمي بعد الاحتلال قالوا أحنا شركاء أمريكا بالعملية السياسية نعم وما يحق الأحد يعني يقبض ضد أمريكا لا وعدنا الأفواج سخروها تخدم أمريكا بالدبابات الأمريكية وبالهمر الأمريكي وكان يدلون الأمريكان على بيوت المقاومين يعني هذا هذا ما ينكر يعني على خصوصا الميليشيات التي تابعة لإيران الشخصيات التابعة لإيران الحزاب التابعة لإيران تبليغ رسمي إجاهها أنه أحنا شركاء أمريكا بالعملية السياسية أما اليوم يرفعون شعار المقاومة فهي كذوبة من الأكاذيب الكبيرة التي جاءوا بها للعراق لكن العراقيين كشفوها فمو بس إيران حتى أمريكا ولليوم أمريكا حاميتهم لليوم أمريكا هي جاية تسمح لهم لليوم أمريكا جاية تقدمهم على أنهم بوعmbع على العراقيين إلى الآن أمريكا تقدمهم لكن المشكلة التي جاية تمروا به أمريكا وتمروا به إيران تمروا به هؤلاء الميليشيات الميليشيات انهم انكشفوا انكشفوا للشعب العراقي الشعب العراقي اليوم ما يصدق اليوم قيس الخزعلي اليوم يوم الاربعين قيس الخزعلي لابس عقال عربي لاب عمامته متنكر يوقفين من الحماية مالته ويصوروه على انه هو وسط الشعب مو صحيح الزقة اللي مور بها اغلبها هي حمايته وجماعته وميليشياته التابعة اليه وكذا العامل يوزع لفات اليوم للزائرين بالوقت اللي هو هذا العاملي بدر اكلها بدر افراد من بدر كثير اكل حقوقها بعضابيرها وعاش عليها هو واولاده وباقي المسؤولين انت تروح تطل الزوار يليد يضحكون على الزوار وكلب والدائر مدائرهم اغلبهم هما ميليشياتهم واتباحهم هذا بعد لعبة ما تنطلع على العراقيين العراقيين رضاهم اتحداهم يطلعون بسط العراقيين وشوفوا شون بالطماطع والاحذية قابلهم العراقيين مثل ما قابلوا باقل الحكيمة بايران من ضربوا بالاحذية التيار الصدر وبقتها فمو صحب على العراقيين يرفضون هاي الميليشيات الولائية وهي الاطار اللي انا دائما اسمي اطار فارسي طبعا من حقي لانا انا اطاري وانا اعرف اهدافنا وشغلنا وكلها ايران يعني وناس تابعين للفرش بعيدين عن العراق او عن العروبة بالوطن العربي كلها بعيدين جدا فيا سيدي ان جمعت الاطراف كلها تجعل من هذا الحجد الولائي على انه القوة المهيمة ومسيطرة صدقني لو باقي التيار الصدري يوميا بالخضراء كان هم بوقتها بدلوا بيوتهم بدلوا اماكنهم القيادات وانا اقول لك بعض المعلومات من داخل هاي الميليشيات انه في ناس واجهت المسؤولين ما لاتهم قلهم احنا شنو راح نسوي المعركة بدأت واحنا الشعب ياكلنا والشعب يسحننا وحتى ايران باشر حتى ترفضنا مع العلم هم وكلهم عندهم بيوت بديلة بايران تدري اللي خاله بديل خارج وطنه اول مصير الحديدة حارة راح يرجع وين المكان اللي انطلق من عنده فهم في حالة ضعوف صحيح وبنفس الوقت امريكا ابتلت بهم ما تلتهم ايران واليوم بنينا وهم قوة ضعيفة امام الشعب العراقي وتشرين القادم ان شاء الله يثبت والطيار الصدر ان شاء الله يثبت انها هاي قوة وهمية ما لها مستقبل بالعراق باذن الله ولا كسره بعد كسره باذن الله دكتور رافع هذا الخوف الذي اشعته الميليشيات وآلتها الاعلامية وبندقيتها وكواتمها في نفوس المجتمع العراق فيما موضع يكاد الان يتلاشى يضعف ليس كما كان سابقا حتى وين بقيت هذه الميليشيات تملك بندقية ومسدس كاتم وربما لحظة المواجهة وربما قريبة ليست بعيدة هذا الخوف قد ازيل حاجز الخوف قد هدب بالتأكيد استاذ ماجد مع مرور الوقت الشعب ومع تقديم الشعب لتضحيات كبيرة سيجد نفسه امام حاله اما ان ان يقبل لنفسه ان يضعن لها وان يسلم لها كل شيء لتقتله وتعتاش على دماغ حتى حتى قضية الصياد وال يعني ما يصطاده حتى الضحية اللي يصطادها هم تحاول ان تبعد نفسها عن بدنقية الصياد تحاول ان تجري يعني تختبئ في أي ماكن معينة هذا لا يفيد ربما الشعب لعب هذه اللعبة لفترة معينة حاولنا نبتعد عن الميليشيات يحاولون والأهل والأب والأم والأخ والعم يقولون نبتعد عن طريق الفناني هذا لم يجنبهم لم يجنبهم الخسالة لم يجنبهم التضحيات الكبيرة قدموا تضحيات الشعب قدموا تضحيات كبيرة جدا جدا واذا ما تحدثنا عن الوسط والجنوب مثل ما يقولون وهم يقولون ان حاضنتهم هذه الحاضنة الكبيرة تنظر إلى هذه المحافظات الكثيرة اللي هي يعني دعنا نتحدث بكل وضوع شيعية ويقولون أنه هذه تاب علىنا وهي يعني ملجأنا وهي حاضنتنا ما الذي كسبت في طوال العشرين سنة يعني عندما تنظر إلى هذا الموضوع تقارن مع كل فترات الحياة التي عاشها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية على الثلاثمانين سنة لعام 2003 وما بعدها ستجد أن هذه العشرين سنة التي مضت هذه المدن وأهلها عانوا ظلما وقهرا وأذن وسوءا لم يعانوه طوال الثلاثمانين سنة من تأسيس الدولة العراقية مهما كانت وجهة نظرهم بشكل النظام وطبيعة النظام لم يعانوا مثل ما عانوه الآن من قهر وسلب للحقوق وأمراض وأمية وخراب ودمار وإهمال بطريقة كبيرة جدا جدا حتى الذين شاركوهم وقاتلوا معهم بدافع القناعات بدافع الأموال بدافع بأي دافع الذين قاتلوا معهم خسروا ولآن عوائلهم يعني تلوم نفسها لماذا دفعت أولاده إلى هذه المهلكة إلى هذه المحرقة الكبيرة التي ارتكبتها هذه الميليشيات بحق أولادهم هذا الوضع هو خلاصة هذا الوضع الذي يعيشه العراق فبالتالي أنت أمام حالة لا يمكن قبولها داخل الجسد العراقي الآن الجسد العراقي يلفظ هذا التكوين الغريب الشاذ اللي اسمه الميليشيات وما تصنعه بالجسم العراقي من تخريب وفساد وخراب وسيطرت على الأموال واغتنت وسيطرت على الناس وتركت الناس عرات يعني بالمعنى الصحيح طيب عبد رزاق أنت كنت عضو سابق في ميليشيا بدر أخذت هذه التجربة مع الميليشيات في إيران عندما نكون تأثير وطبعا مطلع على خفايا هذه الميليشيات أبرز نقطة ضعف عند هذه الميليشيات النقطة الأضعف في هذه الميليشيات أبرز نقطة ضعف عندها الميليشيات ضعفها أنه تنكشف على حقيقتها أمام الشعب العراقي والوطن العربي كله لأن حقيقتها مغزية جدا ناس أتباع ذيول مصلحة إيران فوق كل شيء أمر الرهبر أمر الحرس الثورة والإطلاعات فوق كل شيء أسوأ شيء مرت بأنها انكشفت على حقيقتها وبنفس الوقت في طريقة السرقات التي سرقوها من العراق والبنوك اللي بسماء عراقية التي تنسحب مماردها ومنافعها لإيران حتى تنقذهم من الوضع الابتصالي اللي تمر بيه اليوم خايفين من هذا الوضع اللي هم بيينكشفوا أنه هاي البنوك حتى بالأسماء هاي البنوك انكشفت يعني هناك أيضا من أنصار الميليشيات والميليشيات يريدون التصوير للمجتمع العراقي على أن هذه الميليشيات الحقيقة في أي مواجهة لن تقهر هي تنظيمات عقائدية مقاتلة مضحية فدائية قاتلت الإرهاب وهزمت وبالتالي فإن أي قوة أخرى لن تستطيع هزيمة هذه الميليشيات هذه قوة لا أحد يستطيع أن يقب بطريقها هذا ما يصور الإعلام الميليشياء وهذا إعلام الحقيقة يصورة بس يعني يريدين للعراقيين ونمقية لكن صدقني نعم هاي الميليشيات بمجرد أن يتحد الشعب عليها اللي يخلي بديل إلى في إيران وما باع بيتها أو اشترى بيت أو أخذ قصر أو أخذ منطقة أو خلى محل داخل طهران وقم ومشهد ونشابور هذا متحضر للهروب هاي القيادات وهاي اللي حول القيادات أما باقي الميليشيات الأخوة المنضمة هاي القيادات العصائب كتاب حجد وليك كله أنا أنصحهم نصيحة وأنا حشد قبل ليكونوا لهم حشب وأنا من منظمة بدر ومن مؤسسي منظمة بدر ومن قدماء منظمة بدر وأعرف إيران وأعرف ما إلك غير تترك هاي الميليشيات الفرصة الأخيرة صارت لها الميليشيات اللي انضموا من أجل مليون أو مليون ومئتين اللي انضموا من أجل ستمية أو سبعمية لها الميليشيات أنصحهم دينار عراقي دينار عراقي نعم دينار عراقي لأن أستاذ مصطفى الكاظمي من أشرنا إلى أنه يزيد رواتب الجيش ويسحب هاي الميليشيات للجيش لا هو راح زيد رواتب الميليشيات ووصلت إلى مليون وأربع مئة أنا أنصح والله وأنا نصح لهم وأنا واحد من عدهم أقولهم استغلوا الفرصة نعم استغلوا الفرصة وأتركوا هاي الزعامات الميليشيوية الإيرانية الفارسية والله ما ألكم بعد فرصة هاي الفرصة الأخيرة أنتم بالوقت الضائع أنتم للشعب أنتم للوطن هذا العراق قلب العراق كبير راح يحظنكم راح يظنكم طالما أنتم تركتوا هذا المد الفارسي المجوسي اللي يطلب رقاب العراقيين والوطن العربي يعني كل وطن العربي اليوم مهددين من الإيراني وانت تدري الأذرع الإيرانية اللي كانت بلونان أو اليمن أو سوريا أو العراق في الوقت الضائع لأن إذا انتهوا بالعراق إن شاء الله أدرع الأخوة الأخرى تنقطع بالوطن العربي دكتور رافع هذه الميليشيات هل هي مرتبطة وجودها مرتبطة أيضا بهذا النظام السياسي الطائفي المتهالك والمتهاوي في العراق أم أن هذا النظام الحقيقة ما كان لي يستمر لو لا وجود هذه الميليشيات الدموية المتوحشة وبطشة وهي طبعا ذات الولاء الإيراني أيهما يستمد قوته يستمد وجوده من الآخر النظام من الميليشيات أم أنه الميليشيات من النظام والاثنين من بعضهم الحقيقة النظام السياسي العملية السياسية وفرت للميليشيات فرصة أن تظهر وأن تتغول والميليشيات هي من حمد هذا الإطار وهي من وجدت فيه مصلحتها لكي تحميه وكي تستقتل من أجله لكن عندما يعني وقبلك قليل كنت تسأل وتقول أنه يعني هذه الميليشيات تقول أنها صاحبة عقيدة وأنها قوية وقادرة الحقيقة السؤال اللي يطلح نفسه ما هي العقيدة التي تجمح هذه الميليشيات يعني ما هي هذه العقيدة إذا كانت عقيدة مذهبية فالحاضنة المذهبية لكل هذه الميليشيات قد تبرت منهم وحرقت مقراتهم وتتبرى منهم ليلة النهار وتحرق كل صور هم لا تقبل بهم وتحاربهم ويقتلونها إذن هي ليست عقيدة مذهبية عقيدة وطنية هذا ما فعلوه بالوطن العراقي ما هي العقيدة إذن هم لا يملكون العقيدة هم يمتلكون فكر عصابي فكر عصابات فكر يعني مافيات سيطرة على أموال ومكاسب وصراعات من أجل الأموال ومكاسب هذا كل القضية وهذا ما وفرته لهم العملية السياسية وفرتهم فرصة أن يغتنوا في أن يتغولوا لذلك حافظوا عليها هذا يعني إذا كان كلاهما يستمد وجوده من الآخر في علاقة هذه الجدلية هذا يعني أن كل الطرفين في الرمق الأخير لأن العملية السياسية تحتضر تحتضر وإيضا الميليشيات بالتالي فيتستمد وجودها فيها تحتضار نعم أستاذ ماجد لذلك أنت تسمع كل التصريحات التي في الفترة الأخيرة وفي كل الفترات كلما صارت أزمة كلما تنادأ للدفاع عن العملية السياسية لا حديث يعلو فوق الحديث عن الحفاظ على العملية السياسية لأنه في العملية السياسية وجودهم وحياتهم وعندما يهت لماذا قتلوا ثور تشري لماذا قتلوا هؤلاء الشباب ما الذي قالوا هؤلاء الشباب قالوا أن هذه العملية السياسية يجب أن تسقط ونحن نريد وطن إذن الوطن مستلب من قبل إطار سياسي معين حاكم للعراق لذلك قتلوهم ولم يفكروا يعني تركوا هذه قضية المظلومية وهذا الشعب وهذا الشيعة ومن عندنا هذه لا تساوي شيئا ليس تساوي لأنه أمام مصالحهم هذه العملية السياسية يجب أن تستمر وهذا جزء من تخادم تخادم الإيراني الأمريكي استمرار هذه العملية السياسية أمريكا خدمت الميليشيات وتعاونت وتخادمت مع إيران من أجل بقاء العملية السياسية وبقاء هذه الميليشيات لأن فيها ضعاف للعراق فيها تدمير للعراق وفيها بقاء العراق ضعيفا وهنا تلتقي إيران مع أمريكا في هذه النقطة إيران تريد عراق ضعيفا وأمريكا تريد عراق ضعيفا ومن يضعف العراق سوى العملية السياسية وسوى الميليشيات والاثنين في مركب واحد عندما تخرج هذه الثورة واستخرج هذه الثورة مرة أخرى ذلك هددون الأستاذ الحيالي عند معلومات عن هذا الموضوع لأن هذه الميليشيات تتوعد الثوار في واحد عشر عندما يخرجون بالحديد والنار وتعتقل البعض وتقول له البعثية ومعرف منه كل جزء من الاستعداد لمواجهة ثورة شعبية قادمة لا محال لزحتهم عن واقعهم دقيقة الأخيرات في قضية التظاهرات والاستعداد لها يتحدث عنها الأستاذ أبو وحيد عبد الرزاق الحيالي أريدت عن قضية الاستعدادات لتظاهرات قادمة في المرحلة القادمة نعم واحد عشرة ثوار تشرين نحن كلنا نعرف ثورة تشرين هي منعطف مهم كان وهي الذبحة الطائفية بالعراق وهي اللي ضعفت هاي الميليشيات وكشفت الميليشيات على حقيقتها ضعف هاي الميليشيات مرة أخرى واحد عشرة إن شاء الله يتحدون التشرينيين وفي الحقيقة أكو مبادرة طلقها الأخ الدكتور ناجح الميزان بتوحيد قيادات التشرينية بالخارج وبالداخل والعمل قائم على ذلك وبإذن الله وبقوة الله يعني راح يساندوهم باقي إخوانهم من الشعب العراقي وتتدي المقاطعين 8% من انتخابات الإطارية هاي هاي كلها بإذن الله تنجمع وتضافر الجهود أشكرا والكل تقبض ضد هذا الإطار الفارسي ويطهرون هذا العراق من هاي الجرثومة السرطانية الحقيقة يجب قلعها ولا يمكن الاستفادة منها على الإطلاق شكرا جزيلا في ختام حلقتنا لهذه الليلة من طاولة حوار بحثت في تحليلات وتقارير تتحدث عن ضعف الميليشيات في العراق وضعف سطوتها الآن ليست كما كانت في السابق لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي والأستاذ عبد الرزاق الإحيالي المتخصص في ملف الميليشيات هنا في الستوديو طبعا وأشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر